اشكرك ضحى ضحى مثل ما ابدأ من وين ما توقفت انا في منطقة منكوبة جدا اهاليها هنا معي هنا بعض الاهالي سيتحدثون لقناة الحدث عن قصصهم عن مأساتهم التي حدثت ما بعد العاشر من سبتمبر عشرين ثلاثة وعشرين مرحبا سأعطيكم العافية سلامة خاطركم اول شيء وش صار معكم احكولي اتفضل انا لله وانا اليه راجعون مصيبة جلل اصابت هذا البلد لدرجة انه ما عدش هو يشبه بالزلزال يشبه بالسنامي يشبه بفيضان كارثي ادى الى دمار شامل للمدينة القديمة ابتداعا من الصحابة شرقا الى نهاية جبيل كيف عايشين الان وينما نازلكم كلها اوت بعضها كلها اوت بعضها عندهم نازحي كلها اوت بعضها في الاماكن العليا اللي هي شيحة بو منصور الساحل المغار القديم الاماكن اللي نجح اهليكم احد نجح منهم ان شاء الله احنا انا ميت عندي اختي وضنا اخوية ثلاثة كل واحد عائلين وعائلوا بنت والاخر بنت والاخراء اختي ميت واذاك حوشنا واخوتي توا قاعدين عند جراننا عند العواكلة في مبخر القروض وانا قاعدين عند سيبتي في شيح انتشلوا جثتهم انتشلناهم في نفس الثاني مين انتم من للسلطات لا لا احنا لنشلناهم احنا ما دخلاتش ما عمش حتى تخش او اليوم ثاني يوم خش او اليوم خش خش لقوا في البيت ولكن اغلبية اللي وجدون في المرب غير اللي قاعدين في الحوش جوا لقوا من مادة اخرى جيبهم السيل من من مسافات بعيدة السيل السيل جاب جثت جيبهم معنا ناس اول مرة نشوفوهم مصرية توانسة ليبية فيه ناس بعد ايام عشرفهم عشرفوا الملامح عشتعرفوا عليهم دفلوهم دغري عشتعرفوا عليهم احكولي عن الانقاذ احكولي تفضل هو درنا تقع لوادي درنا اللي هو الوادي يقولوا يقال وادي الشوار التسمية الصحيح اللي يتعرف بي المدينة الوادي هذا في السدين سد ضخم قد تكون يشير 42 متر 1000 متر مكعب اللي بعده حوالي 18 1000 متر مكعب السدود هل تعتقدون ان السلطات كانت متأهبة لهذه الحالة لأنه قلت الامكانية داروا لعليهم يبرموا في المطار ويضقوا على الناس طلعوا فيهم لعلى البحر من البحر وحطوهم في البلاد هنا في نسم الله كان مستعذلات الاربع عمتي طلبكم الآن اوكي اللي مات الله يا رحمة يحاولوا يطلعوا جثث لتعتلار موجودة موجودة الآن يشعروا يطمنوا عليهم يبدفنهم الآن احنا موجودين في مكان مليء بالجثث وروائح الجثث متعفل انتم الآن اش تطلبون طلباتنا يلقوا الناس اللي تحت اول شيء معاش نبه حواشين يعوض الله وينظفوا الحاجة اللي ناجية يردوها باش الناس يتردوا عندهم ويني مشوا الناس طلعوا بلا فلوس بلا اوراق بلا سيارات بدهم من تحت السفر نحنا نطالب ولي ما عنداش حض ميت في اهلا شخصيا عندها قاربة جيرين نحنا مدينة متقاربة جيرين ونسب وخوال وكلنا لبعضنا يعني مصيبة جماعية وعزاء جماعي وربياتهم بالحال اخوتي اثنين واحد مليد وبنية والاخر والاخرى بنت شباب لقوهم في الحوش ثاني يوم في الصبح اهو الحوش قدام موليد كلهم كلهم موليد اهو الحوش قدام فاللي طيح فيه لا طيح فيه اول يوم لقوهم ثاني يوم لقوهم تحت صالون تحت دوليب ما شفوهمش بالعين تم دفنهم تم دفنهم لكن ما ينقارب انا متأكد انا فيه مربعات مثلا ما جاء شهور مثلا ما نظفوهم من كثر الزحمة برغم ان فيه ناس جاءت فزعد من بره ليبيا ومن غرب ليبيا لكن ما فيش ما فيش كمكانيات فيه مربع وراء التركيين هذه ما فتشوش بكل لكن ليش ما في اهي درنا ونشق جماحة ونشق جماحة الغرب مقصروش جماحة الغربة بصفة عامة من بوغازي وعدي غادي كلهم ما قصروش من جانوب ليبيا بالكامل ليبيا بالكامل من طبرق قال همستحدث مع براسل سين إن من غارة بريطانيا قال لي العدد هذا ما شفتش فيه اي دولة ما قصروش اوكل شرب مش مقصرين في اي حاجة مش مقصرين في اي حاجة اي حاجة يبوء اي حاجة يبيها مواطن يجيبها حليب اطفال الكارثة اكبر من دولة ميكانيات من بره ميكانيات عربية في المياه كانت ضخمة بالكامل يعني مساحة المدينة بالكامل يعني ما قعد فيها شكال قطرشي جوه او جزء بسيط او جزء بسيط عندكم مياه وكهربة الآن لا لا ضيف في المنطقة ما فيش فيش ميه ميه وكلمة ميه كراب اللي تحت لار طلعا العمدان طاحن اي خزان ينقلو عليه اقل شيء لو المربعة ناجي نوعا ما موزيل تركينا محاذي للوادي اقل شيء ثلاثة شهور اربعة شهور نظافة ويعادة تعمار انتم اهالي درنا انتم اللي عايشين الكارثة الناس تبي تسمع منكم مع جهود السلطات مع جهود السلطات متى تعتقدون هذه المنطقة تنظف ريحتها ترجع ريحة طبيعية ليست ريحة اموات قل شيء ستة شهور خمسة شهور لو نظفة يوميا اخرى لو ينظفة يوميا مشقال من ستة شهور خمسة شهور ستة اشهور لتنظيف الجزد من شيحة مش من هنا مش من البلد من فوق مجاي من فوق من هنا بات الحواشين السيارة لان انت بات الحواشين السيارة في الحواش من جو فيه شجار قاعد فيه شجار مقلع شجار وخش الموضوع اكبر من حكومة واكبر من العالم وكبر من بني التحتية سفر نحنا اما يدوروا في السيانة خفيفة لأيام اللي فاتن عشان دخول الاشتاء لكن بني تحتية قديمة من أيام الممنك ومن أيام عاد القذافي فنحنا نناشد ان البلدية الدول العربية الأوروبية الممتحدة يساعدونا باش ان شاء الله نعيدوا الاعمار والناس النجا تترد الحواشين تقولون الآن انه الامكانيات الامكانيات الليبية غير قادرة على انقاذ لدينا امكانيات لدينا امكانيات لكن ما فيش من الاطراف صدقي لو تمشوا لقد دام شوية بتخف 200 متر هتلاقي دمار اذا ما تخيلش طوانتو ركب في الاطراف في اخر مايس اشكرت سنعود اليك تباعة لنقل المزيد بدأت تنزل لكن بالقرب الواجب من نصب سنعود اليك تباعة لنقل المزيد من قصص الناجين وأشكرك على كل هذه التفاصيل لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات